مرحبا بكم مشاهدنا في موعدكم التقافي اللي دائما ما يطلع لكم عبر برنامجكم السباحي على قناة النهار موعدنا النهار اليوم رح يكون أدبي بامتياز ضيفيخ اللي نقول هو زميل المهنة معايا ومعاكم مشاهدنا يوسف يحيى أهلا بك يوسف اسبع لخيك هنا واسبع لك من المشاهدين تع قناة النهار لا يسلمك سعدت وبهذا الاستضافة الرائعة شكرا لك سعادة كامل راهيليا مرحبا بكم ان شاء الله نجوزوا لحظات منيح ان شاء الله بل يومنا نذكرو على ربما ما نذكرو على الميدان الصحفي ولا الصحافة ولا رح نذكر ربما على اخر اصدار لك الذي هو من بالجحيم يعني كانت ليزك تجربة ادبية هم تجربة ادبية و لكن انا دايما نقولك هنا انها تجربة الى خلفية صحفية و تجربة صحفية بخلفية ادبية أنا دائما نقول ونأمن أيضا أن الكالي للصحفي لازم يكتب لازم يكون عنده خلفية كتابة كل صحفي مجبر أنه يكون عنده مستوى معين في الكتابة أنا من زمان كنت نحب نكتب كثير من المقالات هذه المرة كانت تجربة ربما الانتقال إلى تجربة أكبر أو تجربة أخرى مغايرة نوعا ما من خلال الكتابة الأدبية ولكن دائما لمسة الصحفية حاضرة والدليل أنه هذا العمل الأدبي اليوم يراه قدامنا كان ثمارة عمل صحفي بما أنك صحفي وربما أول فكرة تبدأ على دهن الصحفي هو أنه يدر وطائقي ولا روبرتاج وعليش لجأت ربما للكتابة الأدبية هذا العمل في البداية كان عبارة عن عمل صحفي كان مشروع صحفي على ظاهرة الحرقة كنت اشتغلت على الكثير من الحوارات الصحفية مع مجموعة من الشباب الجزائريين الحرقة في إطار دائما عمل صحفي ثم وصلت إلى محمد اللي كان عينة من بين العينات اللي كنت خدمت معهم محمد القصتها كانت ملهمة وفيها الكثير من التفاصيل إلى درجة أنه ارتأيت أنه ننتقل إلى كتابتها وليس تخليدها كعمل صحفي فقط وقتش بدأت رحلة كتابة من إلى الجحيم هي كتابة هذا الرواية قبل الكتابة كان فيه عمل تعتسجيل لأن الرواية هذه أساسها هو عبارة عن شهادة أو عن تيموانياج كما يقول باللغة الفرنسية لتيموانياج لما سجلته سجلته على مدار تقريبا شهر كامل جمعت مادة صوتية أكثر من عشرين ساعة المادة الصوتية هذه بعدما جمعتها خلال شهر من الحوار المتواصل مع محمد بديت في الكتابة في الرواية داكسيون اللي كانت شدت لي حوالي أزيد من سنتين بقليل طيب وشنو وابلك الشيء اللي يجذبك في حكاية محمد اللي يخليك أنه تبادر ودير عليه كتاب كيموانياج لك هنا كنت خدمت مع الكثير من الحراغة حاولي تقريبا من عشراء إلى تناشين حراغة أو ربما أزيد بقليل الشيء اللي يميز محمد على البقية ولي خلالي أنه نقرر أنه القصة تعم محمد تكون كتاب وما تكونش حوار صحفي فقط هو ربما التفاصيل الموجودة في القصة وخاصة البروفيل أو ربما الشخصية محمد محمد لأنه هو سام بروفيل اللي مغاير على الكليشي هادوك اللي ما فين نسمعه مع الحراغة ونشوفه مع الحراغة والأفكار ربما المسبقة اللي مرسومة في ذهنه على الحراغة ربما لو نتحدثوا على ردة فاعل محمد كيفاش كانت ردة فاعله لما عرضت عليه أنه تكتب حكايته في كتاب؟ هو بالنظر إلى كل ما عاشه محمد الآن باللغة العامية يقول لك دير وش تحب دير كتاب دير حوار صحفي ولكن أنا نحيي الشجاعة في محمد لأنه الشجاعة تعم محمد أنه يحكي القصة تعمه ربما ما تكونش عند الناس كامل حكى القصة بتفاصيلها أعطى كل التفاصيل يعني يقول لك أزيد من 20 ساعة تعمدة صوتية كانت في الحوار أنا هذه النقطة التي عجبتني بزاف في محمد حكى القصة تعمه بكل تفاصيلها ونظن أن القصة هذه تعم محمد هي قصة محمد ولكن تعكس قصص للكثير من الجزائريين اللي مروا على هذا المصر خاصة مؤخرا كان بزاف اللي ركبوا قوارب الموت وسمعنا بالكثير منهم اللي مالغوزمون توفا ولا يرحمهم كان توفا وكان اللي راحوا مع لبنش درامحيين ولا موتا نظن أنه هذه هي الحساسية على هذا الموضوع يوسف ربما لو تحكينا أكثر على غلاف هالكتاب لأننا نرى فيها أنجان، غيتار، كاسبا، حكينا شيء عليك الغلاف طبعاً هو غلاف فيه تقريباً كل التفاصيل الموجودة في الغلاف تلقاها في الكتاب يعني كل التفاصيل نرى كاسبا قصبة الجزائر نرى أيضاً هذه الغابة التي هي غابة إيديرنا جاي ما بين اليونان وتركيا معروفة فيها قصص كثيرة سارة الحرقة التي تمها نرى أيضاً هذه الغيتار الغيتار هذه ما أقول لكم شو شو هي ولكن الأكيد أنه عندها الدور في القصة يعني عندما تربط شو هي بيزار حرقة، غيتار، وش دخل غيتارة في الحرقة ما عندها فريمو يونيس طوار هذه الغيتارة حتى هذه الحقيبة هذية التي راهوا لابسها عندها يونيس طوار كبيرة تانية مش كبيرة، ما عندها يونيس طوار داخل الكتاب وشوفوا أيضاً باروتاً السجن التي راهم من تحتها كل شيء هنا نلقائها داخل الكتاب حتى لو أنه يشوف الغلاف، يمكن أن يتخيل وش رح يصرها داخل الكتاب؟ يمكن أن يتخيل بشكل أكثر، ثم غابة، ثم غيتارة، ثم ساكادو بش رح نحضروا داخل الكتاب يمكن أن يتخيلوا وش رح نحضروا في الكتاب يمكن أن يكون لديه انافونغو على وش رح نحضرها داخل الكتاب ربما الصورة النماطية اللي دايماً متلاحق الشباب اللي قرروا أنهم يحرقوا عبر قوارب الموت وأنهم ربما مستوى المعيشي، الفقر كيف كانت وضعية محمد في الجزائر؟ محمد هو شاب جزائري نخسارك في كلمة واحدة، كان صالح في المجتمع ومحمد سينباقت بوغلاجيري، هو خسارة للجزائر البروفيل محمد هو خسارة للجزائر وعليب اللي بلي ما كشغل هو كين كثير مننا كيف وقتنا باش نشوف محمد كيف كان خاصة المعاناة تعوك هنا لكن الكتاب يقول لك من إلى الجاحيم يعني من الجاحيم إلى الجاحيم ما قلنش من الجاحيم إلى الجنة ولا من الجنة إلى الجاحيم يعني حتى لما راح عاني كثير وبقى يعاني والجاحيم بقى يتبع فيه طيب موضوع الحرقة أسكو هو محمد يعني هل محمد هو اللي يخلك تحكي على هذا الموضوع في أول إصدار أدابي لك أم لا الموضوع هو اللي ربما هو اللي يجذبك ومحمد كان ربما نقول له سبب فقط شوفي هي أنا هذا الموضوع كنت متبنيه من زمن يعني في سنة 2016 نذكر كنت كنت عملت على تحقيق صحفي في أوروبا مع مجموعة من شبه الجزائري الحرقة يعني من هذا الوقت لما عيشت معاهم وموش بسكوش عايشين في أوروبا لكن كان مشروع صحفي آخر المشروع صحفي الآخر هذا هو اللي تلاقيت فيه بمحمد أنا كنت في كل حالات ونبقى دائما في ميدان الصحافة نشتغل على هذا الموضوع الحرقة ولكن قصة الكتابة على الحرقة سببها كان محمد أنا أقول دائما أنه محمد ربما أنا كان عندي فضل صغير أنه قدرت نكتب ولكن الفضل الأكبر كان لي محمد ومحمد الفضل كبير بزافة لأنه هو اللي يفتح لأبواب الكتابة أيضا في هذا المجل ربما الشيء اللي يميز كتاب من إلى الجحيم هو أنك ربشت إلى الثقافة الجزائرية في الكتاب وماذا هم النقاط التي ركزت عليهم داخل الكتاب؟ أول حاجة الكتاب كي يبدأ؟ يبدأ بالقصبة ملاكاسبادالجي ملاكاسبادالجي يعني عندما تقرأي تتقي صور تقرأي وتشوفي صور تشوفي صور على لاكاسبادالجي تترسميها في المخيلة التاعك لأنه الطريقة السردية تترسمي صور في المخيلة التاعك ترسمي صور العائلة الجزائرية البسيطة كيف عيشها في لاكاسباد صور المقاهي في لاكاسباد كيف دائرين تفصيل القصبة بكل تفاصيل يعني فيه ترويج أيضا للفن الجزائري لأنه الكتاب فيه مقاطع من الموسيقى الشعبية الجزائرية فيه مقاطع حتى من الرأي البدوي الجزائري نعم فيه مقاطع من القصيد ربما لأنه أنا آمن أنه الكتابة تخلد والكتابة ترسخ ونآمن أنه الكتابة هي أفضل سفير الذي يترويج ونآمن أيضا أنه الثقافة الجزائرية بلك حقرنا شوية بناتنا كجزائريين ولكن عندها عمق كبير لازم نخدم عليه الكتاب أيضا يروج لدرجة الجزائرية وكتاب باللغة العربية ولكن الحوارات الموجودة الداخل هي حوارات بالدرجة الجزائرية باللغة العامية الجزائرية وبعدين يكون بين الأسطر هناك ترجع للغة العربية حتى يكون أجنبي ربما عربي بطريقة غير مباشرة يعني فيه ترويج حتى لللغة العربية والدرجة الجزائرية أيضا طيب ألبنا أنه كل كتاب يجوز على تنقيح وتصحيح هل ترى فيه تغييرات بعدما تعرض للتصحيح لا بكل صارحة نشكر الأستاذ عبد الرحمن عزوغ الذي كان واحد من الأسطر الكبار الذي كان خدم على هذا الكتاب لمدة طويلة التصحيح كان تصحيح ربما بعض الأشياء اللغوية فقط البسيطة لم يطلع أي تغيير على محتوى الكتاب وحتى أنا لما كتبت الكتاب حرصت على شد المدة طويلة لأنه حرصت على أنه ننقل الوقائع بأمانة لما ننقلك بأمانة يعني ستلقى تفاصيل منقلة كما حدثت طيب لو نعود نحضره شويا نقوله لمحمد أردنا أنه محمد هو الاسم المستعال الذي اختاره هو أيك أو أنت الذي اخترته هو ماذا فيه؟ هو طلب أنه يكون إنجاردي واللانونيما كما يقول بالفرنسية نجعله مجهول لا نكشفه على التفاصيل ليس حياته الخاصة حبيب يبقى مجهول حبيب يبقى مجهول لأنه مثل أي شخص يحكي لك تفاصيل حياته وربما يفضل أنه يبقى مجهول ولكن قلنا كل التفاصيل يبقى مجهول في الاسم مثلا فقط قال لي يعني حتى المقربين لي ما يعفوش أنه هو لأن الحرق لما يحرق لا يحب يحكي قصته خاصة للمقربين خاصة للعائلة حتى لا يجرحهم حتى لا يحسسهم لأنه المعاناة لما تقرأ الكتاب معاناة كبيرة ليعكسها طبعا العنوان أكيد قال لي أسكن قدرون أن نبقى مجهول خاصة في الاسم وانجارد الانونيما قلت له أنت اسمك الحقيقي محمد بجزائر قع واسمها محمد يعني دي جارك انونيما ولكن محمد هو اسمه الحقيقي هل سوف يقرأ الكتاب أو سوف يقرأه هل رام متوفر في الأسواق رام متوفر في الأسواق رام متوفر تقريبا في كل المكتبات هنا في الجزائر العاصمة سيكون متوفر حتى خارج الجزائر العاصمة بالنسبة للناس اللي رام عايشين في المهجر نذكرون أن الكتاب متوفر عبر الموقع الإلكتروني ويستطيعون أن يتعلمون في نسخة PDF يقدرون يدخلوا الموقع ويطالعون عليها أيضا ويشكو كامل التفاصيل على القصة ونستطيع ان شاء الله شكرا لك يوسف نشكرك على هذا الحوار الشيق الجميل اللي كان رائع ونتمنى بك كل توفيق لهذا الإصدار اللي أنا شخصيا أثار اهتمامي وأثار فضولي وحبيت أنو نطلع عليه إن شاء الله شكرا جزيلا لك وشكرا أذن تلفزيون النهار ونسلم على كامل المشاهدين تا البرنامج الصباحي في النهار شكرا لك